موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا حول حدوث الأسماء وكنا في حديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يبين الإمام أن الله سبحانه وتعالى خلق أسماءه لكي تكون واسطة بينه وبين الناس يدعونه بها فهذه الأسماء سواء المكتوبة حينما تكتب مثلا خالق رازق رحمن رحيم هذه الكتابة مخلوقة حينما تنطق بهذه الألفاظ هذه الألفاظ أمواج هوائية صوتية هي مخلوقة فهذه الألفاظ تدل على معاني وتلك المعاني لها وجود ذهني يعني حينما تسمع أنت كلمة الرحمن الرحيم في ذهنك يتكون معنى ومفهوم هذا المعنى وهذا المفهوم ليس هو الله سبحانه وتعالى لأن الله لا يحد في الأذهان وما جاء في الأذهان لم يكن موجودا ثم بعد الغفل عنه أو الالتفات إلى شيء آخر يزول والله سبحانه وتعالى قديم وأبدي ليس له خالق وليس له نهاية ليست له بداية فلا يمكن أن يكون هذا المعنى الذي ينطبع في الأذهان هو الله سبحانه وتعالى بل هذه المعاني تشير إلى الذات المقدسة يعني بمعنى آخر أن هذه الأسامي هي حجاب بين الناس وبين الله سبحانه وتعالى لأنه لا يمكن للناس أن يدركوا وأن يصلوا إلى حقيقة كنه ذات الله سبحانه وتعالى فالله خلق هذه الأسامي لكي يدعوه الناس بها ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها شاطر من الحديث الشريف مر في الجلسة الماضية وبحثنا في هذا اليوم حول الشاطر الثاني لهذا الحديث الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول لم يتكون فيعرف كينونيته بصنع غيره أو بصنع غيره نحن في كثير من الأحيان نعرف العلل عن طريق معرفة معاليلها أو نعرف المعاليل عن طريق معرفة علتها وهذا ما يسمى في علم المنطق ببرهان الإن أو ببرهان اللم يعني مثلا أنت من بعيد ترى دخانا فهنا تنظر إلى المعلول فحينما رأيت الدخان تعلم بوجود نار سبب لهذا الدخان فأنت من المعلول الذي هو الدخان انتقلت إلى العلة التي هي النار وبعض الأحيان بالعكس يعني من بعيد ترى نارا فحينما ترى نار تعلم بأن أطراف النار توجد حرارة يعني أنت من رؤيتك للعلة انتقل ذهنك إلى وجود المعلول لأنك تعلم أن الحرارة هي معلول للنار فإذن في بعض الأحيان الإنسان ينتقل من العلة إلى المعلول وبعض الأحيان ينتقل من المعلول إلى العلة تارة الانتقال في أصل الوجود وهذا الانتقال في أصل الوجود يعني أنت حينما ترى دخانا تعلم بوجود النار أصل وجود النار أو ترى نارا تعلم بوجود الحرارة هذا الأمر وهذه الطريقة في البرهان هذه بالنسبة إلى معرفة وجود الله سبحانه وتعالى موجودة يعني نحن نرى الكون ونرى النظم في هذا الكون فعقلنا يرشدنا إلى وجود خالق لهذا الكون وأنه لا يعقل أن تكون هذه المادة موجودة بالصدفة كما أن عقلنا يرشدنا إلى الخالق حينما يرى النظم الدقيق والقوانين الدقيقة المدعة في هذا الكون فهذا انتقال إلى أصل الوجود أنت ترى المعلول وهو هذا الكون والنظام الموجود في هذا الكون وذهنك وعقلك يرشدك إلى أصل وجود الخالق نعم هذا الأمر بالنسبة لله سبحانه وتعالى من البراهين العقلية التي يستدل بها العقلاء وقد وردت في الآيات الشريفة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات ولكن بعض الأحيان الإنسان من معرفته للمعلول ينتقل ذهنه إلى معرفة المعرفة التفصيلية للعلة ويعرف حقيقة تلك العلة يعني حينما أنت ترى النار يصير حينما ترى الدخان ينتقل ذهنك إلى النار وتعرف وجود نار هناك وتعرف حقيقة تلك النار لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى هذه الكيفية من المعرفة غير موجودة لماذا؟ لأنه نحن عن طريق معرفة المخلوقات نعلم بوجود خالق لها ولكن حقيقة ذلك الخالق لا ندري لأننا لا نعلم حقيقة وجود الله سبحانه وتعالى وكون ذاته نعلم بأنه موجود لكن لا نعلم حقيقة تلك الذات حقيقة تلك الذات لماذا؟ لأن الإنسان معرفته بالأشياء إنما يكون عن طريق المقايسة أو عن طريق الإحساس بالشيء أو عن طريق الإدراك العقلي لذلك الشيء يعني مثلا الطفل الصغير لا يعلم بأن النار حار مرة يضع يده على شيء حار فيحترق مرة ثانية يضع فيحترق فيلتفت عن طريق الإحساس بأن النار حار بأن النار محرقة فيدرك هذه الحقيقة لماذا؟ لأنه أحسها وهذه أول طريقة لإدراك الإنسان للحقائق بعض الأحيان يقيس شيء بشيء يعني أنت تدرك أن الشمس لها وهج ولها حرارة النجوم حينما تعلم بأنها كالشمس لأن الشمس هي نجمة من النجوم لكن لقربها لنا نراها ونشعر بحرارتها أما النجوم الأخرى لبعدها يعني أقرب نجمة إلى الأرض مسافتها أربع سنوات ضوئية كما يقول علماء الفلك المسافة بين الأرض وبين الشمس ثمان دقائق ضوئية فأقرب نجمة لدينا لنا أربع سنوات ضوئية الفاصلة لذلك لا نشعر بحرارتها ماكو إحساس بالحرارة ولكن نعلم بأن هذه النجوم لها ضياء ولها حرارة بالمقايسة يعني نقيسها بالشمس لأننا أدركنا حرارة وضوء الشمس نقيس تلك النجوم بالشمس لمعرفتنا بأن تلك النجوم كالشمس أنت تقيس شيء على شيء لمعرفتك بتساويهما من جهة من الجهات زين هل يمكن أن نقيس شيئا بالله سبحانه وتعالى أو نقيس الله سبحانه وتعالى بشيء حتى ندرك حقيقة كنه ذات الله كلا لأن الله ليس كمثله شيء جميع ما نشعر به هذه هذه محسوسات والله سبحانه وتعالى ليس جنسا من جنس المادة الله سبحانه وتعالى ليس بمادي مجرد عن المادة ليس كمثله شيء فلا يمكن أن نقيسه بشيء حتى ندرك حقيقته وكذلك قوى الإدراك الباطنية للإنسان عقل الإنسان وهم الإنسان الخيال العلمي مثلا الموجود في الإنسان أيضا هذا مدام حدود ولذلك الإنسان قوى الإدراك هي العقلية هذه باستمرار قابلة للنمو لم يكن يتصور شيئا ثم بدأ يتصور ذلك الشيء ولكن مع ذلك قوى الإدراك الإنسان أيضا محدود حتى وهم الإنسان الخيال الموجود للإنسان أيضا محدود أنتم إذا مثلا شاهدتم أفلام الخيال العلمي مثلا أفلام الخيال العلمي هناك تخيلات تساق بشكل أفلام تنتج بشكل أفلام إذا تلاحظوها تشوفون هذا الخيال أيضا محدود يعني الموجودات التي مثلا بالخيال تصنع كأنها موجودات من الفضاء هذه إلها شبح بالإنسان أو شبح بالحيوانات يعني الإنسان حتى في خياله يجي للمقايسة فإذن قوى الإدراك الباطنية أيضا محدودة فلا يمكن أن تدرك حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى زين الآن نجي إلى الأسماء وبحثنا حول الأسماء هذه الكتابة التي تكتبها أنت تكتب را حا ميم نون أو تكتب ألف لام لام هذه الكتابة لها شبيه هذه الكتابة مصنوعة هذه الكتابة لم تكن موجودة ثم كانت ثم بعد ذلك يمكن أن تمحى وكذلك الألفاظ وكذلك الوجود الذهني فهل يمكن أن تكون هذه الأسماء هي الله سبحانه وتعالى أو متحدة مع الله سبحانه وتعالى كلا الامام عليه الصلاة والسلام في هذا الكلام يشير إلى هذه الحقيقة الامام يقول لم يتكون يعني الله سبحانه وتعالى لم يخلق هو خالق وليس بمخلوق الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق لم يتكون فيعرف كينونيته بصنع غيره أو بصنع غيره حتى نحن نقيسه بسائر المصنوعات المخلوقات فنقول أن الله سبحانه وتعالى مثلا كهذا المخلوق والعياذ بالله ليس كمثله شيء ثم أن الله سبحانه وتعالى ليست له نهاية حتى يمكنك أن تحصره في وجودك الذهني أو الوجود العقلي عقل الإنسان له نهاية أنت لا يمكن أن تحصر وجود الله سبحانه وتعالى في كتابه وتقول هذه الكتابة هي عين الله أو هذه الألفاظ هي عين الله سبحانه وتعالى كذلك لا يمكن أن تحصر وجود الله سبحانه وتعالى بعقلك أو بخيالك يعني قوى الإدراك الباطنية إلى هذه الحقيقة الإمام عليه الصلاة والسلام يشير في المقطع الآخر يقول ولم يتناهى إلى غاية إلا كانت غيره هذا الاستثناء من قطر الله سبحانه وتعالى ليست له نهاية ليست له غاية الغاية يعني نهاية الشيء حينما أنت مثلا تقول أريد أن أسافر يقال لك ما هي غايتك من السفر تقول غاية من السفر مثلا الوصول إلى البلدة الفلانية أو غاية بمعنى غرضي مثلا التجارة فالإنسان حينما وصل إلى تلك البلدة يكون نهاية المطاف الله سبحانه وتعالى ليس له غاية حتى يكون محدودا حتى يمكن حده بقوى الإدراك الباطنية لذا لم يتناه إلى غاية إلا كانت غيره يعني أي شيء أنت تتصوره تتصوره وله نهاية فهو ليس الله سبحانه وتعالى فما في ذهنك الآن حينما تسمع كلمة الله ما في ذهنك هل ما في ذهنك هو الله لا لأن ما في ذهنك محدود مفهوم وهذا المفهوم لم يكن موجودا ثم يزول والله سبحانه وتعالى ليس بمحدود نعم ما في ذهنك يشير إلى الوجود الخارجي كما أنه نحن حتى في الأمور المادية حينما أنا أذكر لفظ زيد أقول زا يأدال زيد هل هذا اللفظ هو نفس الزيد لا أنت في ذهنك ينطبع مفهوم هل هذا المفهوم اللي في ذهنك هو نفس الزيد لا وإنما المفهوم اللي في ذهنك يشير إلى زيد هذا إذا كان في الماديات كذلك فبطريق أولى إن الشيء الذي في أذهاننا ليس هو الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الإمام حينما يبين أن الإسم غير المسمى أسماء الله تدل على الله وليست هي الله سبحانه وتعالى يقول هذه الحقيقة التي لم يدركها كثير من منتحل الإسلام حيث زعموا أن الإسم عين المسمى وأن الله سبحانه وتعالى هو هذه الأسماء وهذه الأسماء هي الله سبحانه وتعالى الإمام يقول هؤلاء مشركون في الواقع لأنهم أشركوا بالله ما ليس هو الله سبحانه وتعالى لأن حينما يزعم أن هذه الأسماء هي الله سبحانه وتعالى فإما يقول بالتركب فهذا هو الشرك بعينه وإما يقول أن هذه الأسماء هي الله دون الذات فهذا الكفر بعينه الإمام يقول لا يزل من فهم هذا الحكم يعني هذه الحقيقة التي بيناها لك في هذا الكلام إذا واحد علمها هذا الإنسان ما يزل في مسائل التوحيد مثل كثير من منتحل الإسلام وفي بعض النسخ لا يذل من الذل لأن الإنسان إذا أشرك هذا يكون ذليل في الدنيا والآخرة فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى فالذي يشرك الله يذله في الدنيا والآخرة الإمام يقول لا يذل بناء على هذه النسخة من فهم هذا الحكم هذا الحكم يعني أن اسم الله سبحانه وتعالى ليس هو الله وإنما يدل على الذات وهو التوحيد الخالص هذا هو التوحيد لا التوحيد المجسمة يعني هناك مثلا فرق الوهابية هؤلاء مشركون في الباطن لأنهم مجسمة هؤلاء يعبدون غير الله سبحانه وتعالى لأنهم يتصورون ذاتا لها يد حقيقية لها عين حقيقية لها رجل حقيقية تدخل هذه الرجل في نار جهنم يوم القيامة زين ترى في يوم القيامة فيتصورون أن هذه الذات هي الله هذه ليست هي الله هذا صنم صنعوه في أذهانهم فيعبدونه وهم يتوهمون أنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى فهم في الباطن مشركون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون والسبب في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله ترك في أمته ثقلان الكتاب والعترة هؤلاء تركوا العترة زين فأخذوا بالكتاب وحده وفسروا الكتاب بتفسير باطل لأن مفسر الكتاب هو الرسول صلى الله عليه وآله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ثم بعد ذلك بعد الرسول علم الرسول عند أهل بيته وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام بيّنوا معاني الآيات المتشابهة الآيات المحكمة زين ظاهرها يفهمها كل من يعرف اللغة العربية الفصحة لكن الآيات المتشابهة بحاجة إلى الراسخين في العلم لكي يفسروا تلك الآيات المشابهة ويبينوا المقصود منها زين الراسخون في العلم هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لأن الرسول قرنهم بالقرآن وأنهما لن يفترقا حتى يردى علي الحوض فإذا أنت أزحت أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فجئت إلى الآيات المتشابهة في القرآن الكريم تفسرها تفسيرا باطلا فيفسر مثلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يفسر ناظرة يعني أنه ترى ربها مثلا من النظر بمعنى الرؤية مع أن آية متشابهة هذه الآية بحاجة إلى الراسخين في العلم ليبينوا لك أن هذه الآية تفسيرها في آية أخرى لا تدركه الأبصار تلك الآية المحكمة ليس كمثله شيء تلك الآية المحكمة على كل حال فإذن الإمام عليه الصلاة والسلام يقول هذا هو التوحيد الخالص لا الذي يتصور أنه موحد ويتهم الموحدين بأنهم مشركون والحال أن المعادلة بالعكس هو مشرك باطنا ويتهم الموحدين بالشرك طبعا هذا معناه ليس أن من تشهد الشهادتين هو كافر في الظاهر كلا نحن نقول أن كل من تشهدت شهادتين يجري عليه أحكام الإسلام في الظاهر حتى المنافق يعني الذي باطنه كافر وكذبا يظهر الشهادتين المنافق أيضا محكوم بالإسلام ظاهرا لذا تؤكل ذبيحته ويتناكح معه ويدفن في مقابر المسلمين ويتوارث هو وسائر المسلمين هذا أمر يرتبط بتشهد الشهادتين طبعا تفصيل مذكور في الكتب الفقهية نعم في القيامة الذي لم يكن موحدا باطنا هذا يحشر مع الكفار لذا المنافق إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وفي تفسير هذه الآية الله يستهزئ بهم ورد في تفسيرها أنه طريقة الاستهزاء هو أنه يتعامل معهم في الدنيا معاملة المسلمين وفي الآخر يتعامل معهم معاملة الكفار فالإمام عليه الصلاة والسلام يقول وهو التوحيد الخالص هذا هو التوحيد أن الاسم غير المسمى أنت أخذ هذه الحقائق التوحيدية من منبعها الصافي وهم أهل البيت الذين أخذوا علومهم من جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت أدرى بما في البيت بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول فرعوه وصدقوه وتفهموه وتفهموه هذه مراحل ثلاثة المرحلة الأولى التصور يعني أنت لا يمكنك أن تذعن بحقيقة إلا إذا تصورتها فهذا الإمام عبر عنه ففهموه ففهموه الفهم تصور الحقيقة يعني أنت افهم معنى أن الاسم غير المسمى هذا الأمر الأول الأمر الثاني التصديق يمكن الإنسان يتصور شيئا لكن لا يصدقه لا يذعن به مثل آل فرعون الآية تقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم يعلمون بأنها هي الحقيقة لكنهم لا يذعنون لها لا يصدقونها يرفضونها فالشيء الأول التصور الشيء الثاني التصديق يعني أنت افهم هذه الحقيقة أولا ثم تقبلها المرحلة الثالثة الرعاية الرعاية بمعنى الحفظ والمواظبة لأنه كثير من الأحيان الإنسان يتصور حقيقة ويذعن بتلك الحقيقة ولكن بالتدريج رأيه يتغير في الآية الشريفة حول المنافقين الله سبحانه وتعالى يقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ورد في التفسير أن هؤلاء حينما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وتشهدوا الشهادتين الله سبحانه وتعالى بتشهدهم الشهادتين يفيض النور على قلوبهم لكن حينما نافقوا هذا النفاق يسبب سلب هذا النور عنهم كالذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله صار ضياء مثل هذا حينما يتشهد الشهادتين الله سبحانه وتعالى يفيض عليه النور فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وفي آية الكرسي أو ما بعد آية الكرسي والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات النور الذي كان بسبب الشهادتين أو نور الفطرة هؤلاء يسلبون هذا النور منهم بإغوائهم فإلى الظلمات فالمرحلة الثالثة الرعاية يعني أنت عندما صدقت بحقيقة تصورت حقيقة صدقت بها حاول أن ترعى هذه الحقيقة لكي لا تزول عنك لذا إحنا مثلا في الصلاة في كل يوم نصلي الصلوات الخمس عاشر مرات نقرأ سورة الحمد عقل تقدير في كل يوم من الآيات اهدنا الصراط المستقيم زين إحنا الآن مهتدين إلى الصراط المستقيم إلى الصراط المستقيم لماذا نكرر هذه الآية والله سبحانه وتعالى أمرنا بتكرارها بل في بعض الروايات أن بعض الأئمة عليهم الصلاة والسلام حينما كان يصلي الصلوات المستحبة بل لعله الصلوات الواجبة كان يصل إلى هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم يكرر هذه الآية سبعين مرة انتكرار الآيات في الصلاة لا بأس به ما بيإشكال الجامع بين سورتين لا يجوز في الصلوات الواجبة أما تكرار آية من الآيات ما بيإشكال لماذا لأنه انتهى الآن في صراط مستقيم لكن هناك شياطين الإنس وشياطين الجن يحاولون إغواءك يحاولون أن يصرفوك عن الطريق الصحيح فلذا تدعو دائما لكي تبقى على هذا الطريق المستقيم أو الطريق المستقيمة لكي لا تنحرف الإمام عليه الصلاة والسلام يقول فرعوه وصدقوه وتفهموه بإذن الله هذا هم يقول الإمام بإذن الله لماذا يقول بإذن الله لأن الهداية هي من الله سبحانه وتعالى كما أن الضلال منه الإضلال منه ولكن الله حكيم يهدي الشخص الذي هو قابل للهداية والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم أما الذي ليس هو قابل للهداية الله سبحانه وتعالى يضله إن الله لا يهدي القوم الفاسقين فهو فسق يعني خرج عن الطاعة فالله سبحانه وتعالى لا يهديه الشخص الكذاب زين الشخص الذي يرتاب الشخص الظالم الله لا يهدي بسبب فعله أما الإنسان إذا أوجد القابلية في نفسه الله أيضا يفيض عليه الهداية فلذا الإمام يقول بإذن الله لأن الهداية من الله سبحانه وتعالى فأنت أوجد في نفسك القابلية حتى الله سبحانه وتعالى يهديك فإذن تلخص أن الإسم غير المسمى وأسماء الله سبحانه وتعالى إنما خلقها الله سبحانه وتعالى لكي يعرفه الناس بواسطة تلك الأسماء وليست تلك الأسماء هي عين ذات الله سبحانه وتعالى من زعم الإمام يكمل الحديث من زعم أنه يعرف الله بحجاب أو بصورة أو بمثال فهو مشرك إذا واحد يتصور أن هذه الأسام هي عين ذات الله أو متحد مع ذات الله سبحانه وتعالى سواء بكتاب اللي هي صورة أو بمثال الألفاظ اللي تتلفظ لها مثل زين هذا الإنسان مشرك فمن زعم أنه يعرف الله بحجاب هذه الأسام التي هي حجب أو بصورة أو بمثال لأنه كما ذكرنا أن هذه الألفاظ وهذه الكتابات لها شبيه ولها صورة زعم أنها عين الله سبحانه وتعالى فهو مشرك لأن حجابه ومثاله وصورته غيره هذه الصورة هذه المثال هذا الحجاب هذه أسماء لله وليست هي الله سبحانه وتعالى وإنما هو واحد متوحد الله سبحانه وتعالى واحد يعني لا ثانية له متوحد يعني المتفرد الذي لا يشاركه غيره في ذاته أو في فعله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للمعرفة الخالصة وللتوحيد الخالص هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر